انا بريء او ما عملتش حاجة في البنتين ابوهم اللي كان بيستغل لهم واسألوا مياري الببلاوي معاها دليل البراءة وكانتها تشهد معايا بس هددوها بابنها وفضلت سكتة السنين دي كلها عشان هددوها بابنها مياري الببلاوي برأت وفاق ميكي من تهم تعذيب الخادمات بتوها بعد 23 سنة ايه الحكاية؟ تصدرت الفنانة وفاق ميكي والاعلامية مياري الببلاوي ترند على سوشال ميديا خلال الساعة الاخيرة بسبب تصريحتهم المفاجأة عن براءة وفاق ميكي من تهمة الاعتداء على الخادمات بتوها وقتها تحكم على وفاق ميكي بالسجن المدة 10 سنين لكن بعد 23 سنة وفاق قالت انها بريئة من التهمة وان مياري الببلاوي معاها دليل براءتها قالت وفاق في تصريحتها خلال قائلها انا بريئة من التهمة دي والبنتين كانوا بيتجروا في المخدرات واهلهم ليهم سوابق جنائية وكان عندهم مرض جلدي خلى شعرهم يقع وانا خفتي احصلي كده فمشتهم بعد ما اشتغلوا عندي 3 سنين وانا مش مجنونة عشان اعمل فيهم كده ابوهم اللي كان بيخدرهم ويعمل فيهم كده عشان يبتزني انا ما عملتش فيهم حاجة واستشارت وفاق ميكي بالاعلمية ماياري الببلاوي وقالت ان معها دليل براءتها لكنها وقتها خافت تتكلم عشان هددوها بابنها وعشان كده اضطرت مايار تسكت طول السنين اللي فاتت من خوفها على ابنها وفعلا اكدت مايار كلام وفاق وقالت انها شافت البنتين بعد ما سابوا الشغل وكانوا كويسين وما فهمش حاجة وان بعد ما وفاق مشتهم واحدة جابتهم يشتغلوا عند مايار وكان شكلهم سليم وبعدها سابوا مايار وراحوا البلد ولما حبت مايار تشهد بالحقيقة قالت انها تهددت وقتها بابنها وخافت عليه عشان كده فضلت سكتها 23 سنة وقالت في تصريحاتها عن براءة وفاق ميكي كنت ناوية اروح اشهد بالحقيقة وباللي شفته واقول في شهادتي ان البنات جم من عند وفاق ما كانوش محروقين كانوا حلقين شعرهم والست ماشيت وخرت البنات واتفاجأت بكلام الجرايد بتعذيب البنات ولما شفت صورهم قلت ايه ده دول اللي الست كانت جايبهم لي وكلمت صحفي معروف وقتها وكان صديق عزيز لي انا وفاق وقلت له الموضوع ده غلط ووفاق ما عملت لهمش حاجة وهم جم من عند وفاق ميكي اللي عندي وبعضها راحوا البلد والمصور قال لي فيه شخصية عاوزة تأذي وفاق والكلامك مش هيودي ولا هيأخر والتاني يوم جوزي لقى ورقة في صندوق البريد فيها تهديد دي ومكتوب فيها لو عايزة ابنك يتدبح اشهادي مع وفاق وساعتها جوزي مردش يقول لي واخدني وسافر سوريا لحد ما القضية خلصت واتحكم فيها ورجعني بعدها على مصر بعد ما رجعت على مصر اعرفت بكل اللي حصل بس جوزي منعني اروح اشهد عشان خفنا على ابننا وفضلت سكتة المدة دي كلها لكن لسا محتفزة بالورقة ويقدروا يعرضوها على الطب الشارعي كمان محتفزة بكل اوريق السفر اللي كان في نفس معايد محاكمة وفاق ميكي انا احتفزت بالورقة سنين طويلة عشان لما ينجي وقت اقول السر ده اقدر اطلعه فيه والحمد لله اني ريحت ضميري وقلت دلوقتي شاهدتي طبعا كلام وفاقه ميار عمل جدل كبير على السوشال ميديا والجمهور ما بقاش مصدق ازاي بعد 23 سنة وبعد ما القضية تحكم فيها تطلع وفاق ميكي برقة وازاي ميار قدرت تسكت طول المدة اللي فاتت وهي عرفة الحقيقة وحسوا ان الموضوع ممكن يكون فيه انه وان وفاقه ميار ممكن يكونوا متفقين عشان يتصدروا الترند مش اكتر خاصة ان الاضواء ما بقتش عليهم فيترى وفاق ميكي بريئة فعلا ولد مجرد اتفاق بينهم هما الاثنين